أنا بتكلم عن رئيس نادي يستحق كل الاحترام يستحق كل التقدير لا يتاجر بأي شيء إلا بحبه للنادي الأهلي حتى حبه للنادي الأهلي هو بيوصفه بكلمات تبدو هذه الكلمات لكل الناس كلمات عاطفية أكتر من أي شيء آخر وبالتالي أنا عايز بس ليه أنا بقول كل هذه المقدمة؟ بقول كل هذه المقدمة لأنه أنا بطلب من الشباب إحنا خلاص بنكبر أنا داخل على خمسين سنة الجيل اللي بعدي الاربعينات والتلاتينات والعشرينات أنا عايز حضراتكو تتعلمه والصغيرين طبعا عايز حضراتكو تتعلمه من رجل محترم بعيدا عن أن هو رئيس النادي وبعيدا عن أن هو أسطورة كرة القدم ولكن رجل محترم حتى في كلامه عايز حضراتكو تتعلمه يعني إيه مجلس إدارة النادي الأهلي يعني إيه الله يرحمه الوزير العمري فاروق ودوره الكبير وسط هذه الكوكبة الرائعة يعني إيه الأستاذ خالد مرتاجي ودوره الكبير وسط هذه الكوكبة الرائعة يعني إيه أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي واحد واحد ودورهم الكبير وسط هذه الكوكبة المحترمة تفاصيل المشروع ومشروع القرن والكلام ده حلو جدا ورائع وكل حاجة ولكن وراء هذا المشروع مجلس إدارة نادي الأهلي يستحق كل التحية وكل التقدير مجلس إدارة بيعمل ليلا ونهارا علشان حاجة واحدة فقط إسعاد جمهور النادي الأهلي وتذليل كل العقبات عشان مجلس الإدارة وعد جمهور النادي الأهلي ببعض الملفات وبالتالي هذا المجلس بيحاول قبل بداية السنة القادمة إن هو يكون أوفى بكل وعوده اللي وعدها لأعضاء الجمعية العمومية مجلس إدارة بقيادة كابتن محمود وزير العمري فاروق الله يرحمه أستاذ خالد مرتجي الأستاذ الدكتور محمد شوقي الأستاذ طارق أنديل الدكتور محمد سراج الأستاذ محمد الجرحي الدكتور مهند مجدي الكابتن حسام غالي الأستاذ محمد الغزاوي كابتن مية عاطف كل المجموعة اللي موجودة وعايز أقول لحضراتكم كل واحد فيهم له دور مهم وكبير في اللي حضراتكم شايفينه ولكن رمز النادي هو اللي بيطلع يتكلم موسيقى